تشكيل اللجنة الدستورية السورية من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ومسؤولين من الدول الضامنة في مسار أستانا، روسيا وتركيا وإيران على أن تعقبها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في المدينة السويسرية ذاتها لقاءات بين المسؤول الأممي ومسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن لقاءات اليوم والغد في جينيف تشاورية يحاول ديمستورا خلالها وخلال لقاءاته بعد أسبوع مع ممثلي دول الخمس التوصل إلى توافق للحيلولة دون بروز خلافات بين الأطراف مستقبلا تعرقل مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية التي يبدو أنه يعول على أنها ستكون نقطة ارتكاز جوهرية تبنى عليها خطوات مهمة ضمن الحل السياسي في سوريا وتعول بعض التيارات السورية على اللجنة السورية كونها قد تفتح بابا مهما في الحل السياسي بينما لا تنظر وجهات نظرا أخرى من المعارضة والنظام بارتياحا لها فالنظام على مدار السنوات السبع الماضية ثم منذ أن بدأ بحث مسألة الدستور في جولات جينيف كان يرفض دائما أي تغيير أو تعديل في الدستور معتبرا أن هذه المسألة سيادية لا يمكن بحثها خارج قبة البرلمان قبل أن يرضخ لاحقا بضغوط روسية ويبدي مرونة في الانخراط باللجنة الدستورية الحالية أما بعض أحزاب وتيارات المعارضة السورية كالاتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات فكان وضع دستور جديد للبلاد مطلبا لها رافضة قبول إجراء تعديلات في الدستور القائم حاليا لكون القبول به يعتبر شرعنة للنظام وترى بعض أطياف المعارضة أن قبولها المشاركة في اللجنة وتعديل الدستور أو كتابة دستور جديد يعني أنها وافقت فعليا على عملية تشاركية مع النظام الذي يناور في الوقت والتفاصيل للتخلص من أي معارضة له شكرا شكرا